أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلابنا العزاء هذه المحاضرة الخامسة في فقه الأحوال الشخصية عن بعد اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن انحلال عقد الزواج وعقد الزواج ينحل بين الرجل والمرأة بأمور منها الطلاق أو الخلع وهو يكون من المرأة أو التفريق القضائي ويكون عبر القاضي في المحكمة الشرعية إن شاء الله سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن الطلاق الطلاق في اللغة بمعنى الإرسال أطلق العصور أو أطلق الأسير أي أرسله وأصبح حرا ومعنى ذلك أن الرجل يتحرر من المرأة وأن المرأة تتحرر من الرجل وأما في اصطلاح الفقهاء وهو الذي يعنينا أكثر فهو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص رفع قيد النكاح يعني رفع عقد النكاح وإزالته في الحال وهو الطلاق البائن بينون كبرى فورا يعني أنحل عقد النكاح في المآل وهو الطلاق الرجعي لا ينحل إلا بعد أن تنتهي العدة وأما اللفظ المخصوص فهو لفظ الطلاق كأن يقول أنت طالق أنت مطلقة أنت مطلاق أنت الطلاق أنت طالقة هذا هو لفظ الطلاق الصريح مشروعية الطلاق يعني المطلوب منكم أيها الطلاب أي آية أو أي حديث يتحدث عن مشروعية الطلاق مثلا في آية يقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة فنزل جبريل بأمر من الله قال له يا محمد أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة وسوف تكون زوجتك في الجنة إذن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل الطلاق وهذا دليل من السنة النبوية وأما الإجماع فأجمع العلماء على مشروعية الطلاق وأما الدليل العقلي فإن الحياة قد تتعرض إلى عدم الموافقة والنزاع والشقاق والنكد فمن الأفضل أن تبقى الحياة الزوجية في هذه الحياة النكدة أم يكون هناك الطلاق بحيث تبحث المرأة بعد ذلك عن رجل صالح لها ويبحث الرجل عن امرأة صالحة لها قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته من يقع منه الطلاق من بيده الطلاق الطلاق يقع من الرجل البالغ العاقل المختار بمعنى لا يقع الطلاق من المجنون لو كان متزوج ولا يقع أيضا الطلاق من الصبي الصغير وأما طلاق المكره فاختلف فيه العلماء من يطلق بالإكراه فعند جمهور العلماء الطلاق بالإكراه يقع الطلاق بالإكراه لا يقع عند الجمهور لماذا لأن الإكراه يسلب الإرادة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي رفع عن أمتي إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقال الحنفية يقع الطلاق لماذا لأن المكره تكون عنده مساحة للاختيار فقد طلق باختياره قال النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد وعد منها الطلاق والرجعة والنكاح نجد 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 للمسألة التي تليها طلاق السكران السكران أو الذي تخدر قد يسكر بمباح يعني غير متعدي بسكره بحيث لا يعلم أن هذا الشيء مسكر فيذهب عقله فيطلق هذا بإجماع العلماء واتفاقهم لا يقع طلاق السكران بمباح يعني الغير متعدي في سكره وهو لا يعلم ذلك وأما من تعدى بسكره فهو الذي سكر بحرام من أجل النسوة فقد اختلف فيه العلماء على قولين القول الأول جمهور العلماء قالوا يقع الطلاق عليه لأنه متعدي بسكره والسكر حرام وبالتالي من أجبره على السكر ومن الذي دعاه إلى أن يسكر فمعاقبة له يقع الطلاق وأما مالك والشافعي فقالوا لا يقع الطلاق وهو الراجح لأن السكران السكر يسلب العقل كالمجنون أو كالمعتوم وبالتالي يعني ما ذنب الأسرة ما ذنب المرأة تطلق إذا زوجها سكر وهذا ثم طلقها دون يعني وعي وما ذنب الأطفال فالعمل على أن طلاق السكران لا يقع وهو الرأي الراجح وفي هناك أدلة يعني ورد عن عثمان رضي الله عنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فهو أثر عن عثمان ليس للمجنون ولا للسكران طلاق طلاق الصغير قلنا لا يقع طلاق المجنون قلنا لا يقع طلاق المدهوش المدهوش وطلاق الغضبان نجي نعرف المدهوش طلابنا الأعزاء قد يسأل سائل منكم ما هو من هو المدهوش طبعا نحن يعني الحقنا في حياتنا عجيزنا ومياتنا دائما يعني تقول صبتك دهشة دهشة صيبك وما إلى ذلك فالمدهوش هو الذي اعتردت حالة انفعال الذي اعتردت حالة انفعال وتلفظ بكلام لا يدري ما يقول اما لغضب او لحزن او لخوف شديد يتلفظ بألفاظ اما لغضب شديد او حزن شديد او خوف شديد او لربما فرح شديد ربما ايضا من اجل فرح شديد ويؤيد ذلك ان رجلا يعني ذهبت ناقته وهو في الصحراء حينما ربطها او يعني ركوبته ثم بعد ذلك عادت له وهو يبحث عنها يعني جن جنونه كيف يعني يريد ان يكمل السفر وبالتالي من شدة الفرح قال اللهم اني ربك وانت عبدي اللهم انت عبدي وانا ربك يعني بده يسكر ربنا سبحانه وتعالى يقول اللهم اني يعني انت ربي وانا عبدك فمن شدة الفرح يعني لا يدري ما يقول وقلب الكلام حكى كلام يعني كفر لكن دون دون ارادة فهذه هي الدهشة المدهوش الذي لا يدري ما يقول من شدة انفعال سواء من حزن او غضب او فرح فهذا لو تلفظ بألفاظ الطلاق وان كانت صريحة لا يقع طلاقه وكذلك الغضبان غضبا شديدا يعني هذا المفتي لازم يكون دقيق في هذه المسألة يأتي بقول لك طلقت وانا غضبان اصلا فيش حد يطلق الا وهو غضبان فيش حد يطلق ويطلق يكون زعلان وبالتالي ليس اي غضب الغضب يعني قسموه العلماء الى ثلاثة اقسام غضب شديد جدا لا يدري ما يقول وهو يعني يشابه المدهوش فهذا لا يقع طلاقه واما غضب يعني متوسط او غضب يعني ضعيف فهذا ايه يقع لانه يدري ما يقول وقال العلماء بان الغضبان غضبا شديدا يتلفظ بالطلاق ثم لا يدري ما يقول يعني بقولوله بعد ذلك يراجعوه يقول له انت قلت لزوجتك انت طالق قال لا انا لم اتلفظ بذلك انا سبيت ابوها مثلا او قلت لفظ تاني ما قلت بالطلاق يعني لا يدري ما يقول اختلط عليه عقله واغلق عليه عقله فهذا الغضبان غضب شديد حكمك المدهوش لا يقع طلاقه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في اغلاق اللي اغلاق يعني اغلق عليه عقله فلا يدري فلا يدري ما يقول نيجي للمسألة طلاق الهازل واللاعب نعرف الهازل ثم نعرف اللاعب الهازل هو من قصد اللفظ دون معناه يعني بتمسخر قاعد تمسخر بمزح فهو قصد اللفظ لكن مش قصد المعنى وأما اللاعب من لم يقصد اللفظ أصلا يعني لم يقصد اللفظ أصلا كأن تقول له زوجته وهم في حالة انبساط ودلال إذ كنت أبو محمد مثلا فطلقني يعني مبسوطة يعني مبسوطين مع بعض وربنا يبسط جميع الأسر والأزواج مع بعض فمن شدة هذا الانبساط بتقوله إذا كنت فلان طلقني فقال لها في معرض دلال أنت طالق فقال لعب لعب فهل يقع الطلاق نعم يقع طلاق اللاعب ويقع طلاق الهازل لأن الطلاق ليس فيه لعب قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد منها النكاح والطلاق والرجعة ما فيها يعني ما زيح ولا فيها مصخرة فيقع الطلاق الهازل وطلاق اللاعب طب لماذا قد يسأل أحد لماذا يقع طلاق الهازل واللاعب مش قاصد مثلا اللفظ أو قاعد بمزح مثلا لا يقع لأنه أتى باللفظ عن قصد واختيار يعني لما هو حكى أتى باللفظ الطلاق عن قصد واختيار ما حد ضغط عليه ولا حد أكره فلهذا يقع نجي بعد ذلك مسألة طلاق المخطئ المخطئ من سبق لسانه وطلفظ بالطلاق يعني أخطأ يعني بمعنى يريد أن يقول لزوجته مثلا أنت طاهر أو أنت طاهرة فقال لها أنت طالقة لسانه سبق يعني أخطأ في اللفظ فقال لها أنت طالقة بدل أنت طاهر فهذا لا يقع طلاقه يبقى طلاق المخطئ لا يقع لماذا؟ لعدم القصد إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه هذا هو دليل على أن طلاق المخطئ لا يقع لماذا؟ لأن المخطئ لا قصد له أصلا وأما الهازل واللاعب فيقصد ما يقول من يقع عليها الطلاق؟ سؤال يقول من يقع عليها الطلاق؟ الزوجة الزوجة هي محل الطلاق وأيضا المعتدة من طلاق رجعه يقع عليها الطلاق يعني لو طلق مرة وهي في العدة ثم طلق كمال مرة يقع بسيطة لقتين وهكذا ويقع أيضا الطلاق على المطلقة باء بينونا صغرى الباء بينونا صغرى يبقى من يقع عليها الطلاق؟ هي الزوجة سواء كانت يعني الزوجة أو كانت معتدة من طلاق رجعه أو طلاق باء بينونا بينونا صغرى أما الأجنبية فلا يقع عليها الطلاق يعني واحد يطلق أي أمر أجنبي يقول فلان طالق فهوى لا شيء فلا يقع عليها الطلاق وكذلك المعتدة من فسخ لا يقع عليها الطلاق والمعتدة من باء بينونا كبرى لأنه خلصت منه في الفسخ خلصت منه نهائي لا يملك شيء عليها من الطلاق وكذلك الباء بينونا كبرى فلا يملك شيء عليها من الطلاق وكذلك المطلق قبل الدخول يعني كتب الكتاب ثم طلق قبل أن يدخل بها فأيضا تبين منه بينونة صغرى فلو أوقع عليها طلاق آخر لا يملك ذلك لا يقع عليها طلاق آخر لأنها بانت منه بينونة صغرى لأنه لا عدة عليها نأتي لأقسام الطلاق ندرس أقسام الطلاق من حيث اللفظ طبعا للطلاق لفظان صريح وكناية اللفظ الصريح في الطلاق هو كلمة الطلاق أو مشتقاتها أنت طالق أنت مطلقة أنت مطلاق وهكذا هذا لفظ الصريح والطلاق الصريح بمجرد صدوره يقع عليها الطلاق بمجرد أن يتلفظ به يقع عليها الطلاق وأما الطلاق الكنائي فهو من الألفاظ التي الكنائية التي تحتمل الطلاق وتحتمل عدم الطلاق فمثلا أن يقول لها حبلك على غاربك أو خروجي من بيتي أو اذهبي إلى أهلك أو تملكين نفسك أو أمرك بيدك وهكذا فكل هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل عدم الطلاق بمعنى إذا قال لها خروجي من بيتي يعني يحتمل أنه قال لها أنت يعني طالق ويحتمل أنه بدي يبعدها بس عن وجه عشان ما صير مشكلة فالألفاظ الكنائية حكمة لا يقع بها الطلاق إلا بنية فنسأل عن نيته فإن قال نية الطلاق فيقع وإن قال نية أن أصرفها عن وجهي أو لا أطلقها فلا يقع الطلاق في هذه الحالة ويقوم مقام اللفظ الطلاق بالكتابة الطلاق بالكتابة للبعيدين يعني كل واحد في بلد يقع الطلاق بالكتابة ويشترط في الكتابة أن تكون مستبينة مرسومة والكتابة المستبينة هي الكتابة الواضحة الكتابة الواضحة فالكتابة غير الواضحة غير المستبينة لا يقع بها الطلاق أصلا كالكتابة في الهواء أو في الماء فهذا أو مش واضحة فهذا لا يقع بها الطلاق وأما المرسومة فهي الموجهة للزوجة إلى زوجتي فلان أنت طالق فهو الذي أرسل ذلك هو الذي كتب ذلك ووجهه إلى الزوجة ثم وقع على ذلك وأما الكتابة المستبينة حكم الكتابة المستبينة ولكنها غير مرسومة فهذه من ألفاظ الكناية فإذا كتب ذلك مثلا كتب فلان طالق كتب اسمها ولم يوجه لها مكتوبا رسميا فهذه تكون من ألفاظ الكناية فنقول له هل أنت تريد الطلاق فإذا قال نعم تقع طلقة وإن قال لا فلا تقع شيء وأما الكتابة غير المستبينة يعني المشواضحة كما قلنا لا يقع بها لا يقع بها شيء نيجل الطلاق بالإشارة وهو يكون من الأخرص الأخرص إذا لم يحسن الكتابة فطلاقه بالإشارة يعني يقع وأما إذا كان يحسن الكتابة فالأولى أن يكتب ولا يقول ولا يؤشر فالأولى أن يكتب فعلى الرأي الراجع عند العلماء بأن الأخرص إذا أحسن الكتابة فطلاقه بالإشارة لا يقع وإنما يجب أن يكون طلاقه بالكتابة لأن الكتابة مفهومة لجميع من يقرأ المسألة البعدي عدد الطلقات التي يملكها الرجل عدد الطلقات التي يملكها الرجل ثلاث طلقات ثلاث مرات فقط قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان الطلاق مرتان بعدين الثلاث قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني ثلاث طلقات يملكها الرجل ثم بعد ذلك تبين منه لقوله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهي ثلاث طلقات والطلقات الثلاث لا تقع إلا مرة بعد مرة وهنا يعني يبرز السؤال من طلق زوجته بلفظ واحد قال لها أنت طالق بالثلاث أو قال لها أنت طالق وأشر بالثلاث أو قال لها أنت طالق 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 ثلاث مرات أو قال لها أنت طالق ألف طلقة أو طالق بالمليون فهل تقع ثلاث ولا تقع طلقة واحدة يعني كثيرًا نسمع الرجال يعني نقول المتهاونين أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ويشرد إلى ذلك فهل يقع الطلاق ثلاث أو طلقة واحدة عند لإمال أربعة يقع الطلاق ثلاث عند لإمال أربعة يقع الطلاق ثلاث يعني لفظ الطلاق بالثلاث أو بالإشارة أو وراء بعد يقول أنت طالق 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 يعني خلص صارت مشكلة كبيرة فغضب أنت طالق 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 يعني طلق ثلاثة وأكثر امرأة فهل يقع ثلاثة عند المذاهب الأربعة جمهور العلماء وعامة العلماء يقع ثلاث طلقات ولكن عند بعض الفقهاء كابن تيمية إختار أن يقع واحدة التلفظ بالثلاث أو ثلاث مرات وراء بعد يقول بالطلاق أو الطلاق بالإشارة الثلاث أو أكثر فيقع واحدة وهو الذي عليه الفتوى واستدلوا بحديث ركانة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه طلق زوجته ثلاثا فحسبها النبي عليه الصلاة والسلام واحدة لم يحسبها ثلاث وإنما حسبها طلقة واحدة رجعية وهذا حديث قوي وهو المعمول به بالفتوى والمعمول به أيضا في المحاكم الشرعية لأنه خف وفيه له دليل شرعي فكان الطلاق بالثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقع واحدة وفي عهد أبي بكر يقع واحدة وفي الصدر الأول يعني في العصر الأول من عهد عمر كان يقعه عمر واحدة وبعد أن تكاثر الناس في الحلف بالطلاق الثلاث عمر أصدر مرسوما وقال من يطلق بالثلاث يقع ثلاث لماذا؟ ليمنعه من الطلاق بالثلاث وبالفعل الناس أصبحت تمسك عن التلفظ بالطلاق بالثلاث فهذا من باب السياسة الشرعية وليس يعني هو الحكم الذي كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو بكر أو في الصدر الأول من عهد عمر ويحق طبعا للحاكم أن نصدر قرارا من باب السياسة الشرعية ليسجر الناس وهذا فيه مصلحة للناس لا مانع من ذلك ولكن نحن نلاحظ أننا اخترنا الرأي الأول أن الثلاث يقع واحدة وهو الذي كان معمول فيه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الأول من زمن عمر نجي الأقسام الطلاق من حيث الصيغة صيغة الطلاق صيغة الطلاق طلابنا الأعزاء ثلاث أقسام الصيغة المنجزة وهي غير معلقة على شيء ولا مضافة للزمن المستقبل غير معلقة على أداء من أدوات الشرط أو مضافة للمستقبل فإذا قال لها أنت طالق فيقع الطلاق فورا التنجيز يعني الفورية نحن نقول أنجز العمل أنجز الواجه يعني خلصوا بالعجل فورا وبالتالي الطلاق المنجز يقع فورا وهو غير المعلق على شرط ولا مضاف للمستقبل نأتي للصيغة الثانية وهي الطلاق المضاف إلى زمن مستقبل يعني نقول أنت طالق في بداية شهر رمضان يعني رمضان ضيل له مثلا الست أيام أنت طالق في بداية شهر رمضان فلا تطلق إلا إذا دخل أول يوم من شهر رمضان فيحصل الطلاق إذا يعني دخل المستقبل الذي حدده وأما الطلاق المعلق على أداء من أدوات الشرط في زمن مستقبل كأن يقول الزوج أنت طالق إن رسبت في الامتحان الأحوال الشخصية أنت طالق إن رسبت في الامتحان وهكذا أو يقول أنت طالق لو رسبت أو إذا رسبت أو إن رسبت إذا علق الطلاق على أداء من أدوات الشرط فهنا إذا حصل المشروط يقع الطلاق بمعنى إذا رسبت تكون طالق وإذا نجحت لا تكون طالق المسألة البعديها الطلاق المستعمل بصيغة اليمين طبعا هناك قوانين الأحوال الشخصية ما بدنا طلبنا الأحزاء الطلاق المستعمل بصيغة اليمين وهو المنتشر في قطاع غزة وإحنا لحقنا قبل 20-30 سنة و40 سنة يعني يمكن 70% أظلم الرجال على لسانهم علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق من المراطي علي الطلاق نزق منهم وهم يقولوا علي الطلاق تمام فصيغة اليمين يعني يقول علي الطلاق يعلق الطلاق يقول علي الطلاق أن أفعل كذا علي الطلاق من زوجتي أن أفعل كذا أو علي الطلاق منك لأفعل كذا أو تفعلي كذا فهذه هل يقع بهالطلاق هذه طبعا قلنا لغوة على لسان الناس عندنا هنا في قطاع غزة فمذهب جمهور العلماء يقولوا يقع الطلاق لأنه يقول علي الطلاق يعني زي يقول أنت طالق فعند الجمهور يقع الطلاق إذا حنث يعني لو قال لها علي الطلاق منك لو ما خرجتيش من من البيت علي الطلاق منك لا تخرجي من البيت وراحت ما خرجتش من البيت أو علي الطلاق منك لا أضرب فلان وما ضرب فلان يعني حنث يعني مثل أن يقول والله العظيم لا أضرب فلان والله العظيم لا تخرج من البيت ولم تفعل فهنا حنث يعني وقع عليه اليمين فعند الجمهور يقع الطلاق عليها إذا حنث إذا لم ينفذ ما يقول ورأي الثاني يقول لا يقع به الطلاق ولا تجب به شيء لا يقع به الطلاق ولا تجب به شيء وهو مذهب الظاهرية الرأي الثالث يقول يقع الطلاق إذا قال علي الطلاق يقع به الطلاق لا يقع به الطلاق ولكن عليه كفارة يمين يعني إذا كان حنث وحنث فعليه أن يكفر كفارة يمين كفارة اليمين طبعا عليه أن يطعم عشر مساكين أو يكسوهم وطبعا تحرير رخبة وما في رقاب من أوسط ما يطعم به أهله نأتي الرأي الراجع في هذه المسألة وهو عليه الفتوى وهو أن الطلاق بصيغة اليمين علي الطلاق يعني لا يقع وإنما عليه كفارة يمين هذا الرأي هو الراجع والذي عليه الفتوى نأتي نقسم الطلاق قسم آخر وهو الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي ما معنى الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يملك الزوج معه إعادة زوجته إلى عصمته وعقد نكاحه ما دامت في العدة ما دامت في العدة يعني قال لها أنت طالق فهنا تقع عليه الطلقة واحدة فيجوز له أن يرجعها دون رضاها ما دامت في العدة بعد سبوع بعد شهر بعد شهرين ما دامت في العدة يستطيع أن يرجعها دون يعني رضاها لأنها هي في حكم الزوجة نيجي متى يكون الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي يكون في معظم الطلاق إلا في ثلاث حالات أولا الطلاق قبل الدخول يعني تطلقها قبل الدخول لا عدة عليها وبالتالي لا يكون هذا الطلاق رجعي لأنه لا يوجد عدة أن يرجعها في فترة العدة قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم أمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها القسم الثاني وهو الخلع الطلاق على مال فإذا طلق الزوجة عن طريق الخلع أو خالعة الزوجة زوجها فهنا لا يوجد رجعة القسم الثالث وهو الطلاق المكمل للثلاث وهو الطلاق البائن فلا يستطيع أرجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيرها كما ذكرنا حكم الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي تثبت له الآثار والأحكام الآتية أولا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج بمعنى أنه إذا طلق مرة يصبح بس ضيله مرتين هو يملك ثلاث لكن إذا طلق مرة تظل له مرتين إذا طلق مرتين تظل له واحدة إذا طلق ثلاث تنتهي الطلقات التي يملكها وتبين منه بيننا كبرى اثنين حق الزوج في عادة زوجته أثناء العدة دون رضاها كما ذكرنا ويحق لها النفقة والتوارث بينهما لو مات أحدهما وهو في العدة فيارث أحدهما الآخر يحرم على الزوج عقد النكاح على من تحرم عليه من النساء يعني طلقها طلاق رجعي مرة وهي تعتد في العدة لا يبعيز زوج أختها إلا إذا انتهت عدتها أيضا آخر شيء الطلاق الرجعي لا يحل مؤخر الصداق يعني لا تستطيع المرأة وهي في عدة طلاق الرجعي أن تطالب بالمتأخر مؤخر الصداق وإنما يحل المتأخر أن تطالب به لو أصبحت بائنة منه بينونا يعني صغرى أو بائنة منه بينونا كبرى آخر شيء طلبنا الأعزاء المطلق طلاقا رجعيا زوجة يلحقها طلاق يعني إذا طلقها من مرة يلحقها ويلحقها ظهار إذا ظهر منها يقع عليها الظهار وإذا آل منها يقع عليها الإله وإذا لا عنا منها يقع عليها اللعان بارك الله فيكم على حسن استماعكم والسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وإلى لقاء آخر عمى قريب إن شاء الله